بخطوات بسيطة تعرف على شروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة دراجة بخارية معكم أميرة الشربيني أهلا بكم فكرة إنك تمشي في الشارع دلوقتي بعربية وأي وسيلة مواصلات تانية من ليه رخصة قيادة والعشوائية اللي كانت منتشرة ما بقتش موجودة خالص في ظل الجهود الكبيرة اللي بتعملها وزارة الداخلية متمثلة في رجال المرور علشان تعيد الانضباط في الشوارع المصرية بدأت ناس كتيرة بالفعل في الفترة الأخيرة إنها ترخص العربية أو الموتساكل بتاعها وكمان بتطلع رخصة قيادة خاصة بيها علشان تبقى في السليم علشان كده هنقول لك الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة الموتوساكل والسكوتر طبعا من أهم الشروط إن السن ما يقلش عن 18 سنة كمان فيه إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب بطنة ورمد وعدم وجود ضعف نظر أو يعاقة بدنية ممكن تتسبب في عدم قدرته على القيادة كمان بقى شروط استخراج الرخصة هي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة دراسية أو محو الأمية الحصول على شهادة طبية للنظر ويفصيلة الدم تقديم أربع صور شخصية حديثة الانتهاء من الاختبار الإشارات الشفاهية وكذلك العمل في المرور سداد الرسوم المقررة قانونا واستلام الرخصة أما الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة فهي تقديم طلب على نموذج المعد لذلك لقسم المرور المختص تقديم إثبات الشخصية ومحل الإقامة تقديم الرخصة المنتهية شهادة المخالفات طيب بعد ما جهزنا كل اللي قلنا عليه ده هندخل بقى على الإجراءات بتاعت استخراج رخصة قيادة خاصة وهي بتكون تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة دراجة ألية أو جرار زراعي على النموذج المعد لذلك إجراء اختبار شفاوي فيه قواعد المرور وأدابه إجراء اختبار عمل فيه القيادة إصدار الرخصة لمقدم الطلب كمان تقدر تكلفة رخصة قيادة دراجة نارية بـ 550 جنيه منها نموذج 256 جنيه مرور وطابع شرطة بقيمة 15 جنيه ونموذج اختبار إشارات بعشر جنيه وكشف طبي بقيمة 285 جنيه واستمارة بيانات تقدر بـ 105 وملف وحافظة مستندات تقدر بـ 35 جنيه بالمناسبة خلي بالك فيه جرامات كبيرة على المخالفين وبتتأسم مخالفات المرور لـ 5 شرائح وإعطاء 50 نقطة مرورية لكل سائق خلال فترة الترقيس الشريحة الأولى خصم نقطة وغرامة من 100 جنيه لـ 200 جنيه يجوز فيها التصالح بدفع نصف قيمة الحد الأدنى للعقوبة خلال 7 أيام المخالفات منها عدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء القيادة بدون استخراج النظارة الطبية المثبتة بي الرخصة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي عدم حمل الرخصة فيه أثناء القيادة أما الشريحة التانية ففيها خصم نقطتين ودفع غرامة من 200 جنيه لـ 400 جنيه يجوز فيها قطة صالح خلال 7 أيام بدفع نصف قيمة الحد الأدنى بإدارة المرور أو البريد المخالفات منها تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 10 كيلو متر في الساعة عدم استخدام حزام الأمان عدم استخدام خوزة الرأس لقائدي الدرجات الألية استخدام المحمول أثناء القيادة الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر كمان الشريحة التالتة مخالفتها أنها بتكون خصم 3 نقاط لو لا يجوز فيها قطة صالح دفع غرامة من 500 جنيه لـ 1000 جنيه أو الحبس فيه مدة لا تزيد عن شهر المخالفات منها تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 20 كيلو متر في الساعة قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية الصلاحية قيادة مركبة برخصة لا تجيز قيادتها القيادة بسرعة لا تقل عن الحد الأدنى المقرر إيقاف مركبات النقل للركاب في المناطق السكنية أو على الطريق في غير الأماكن المصرح بها كمان فيه الشريحة الرابعة وده مخالفتها خصم 4 نقاط غرامة مالية من 2000 جنيه لـ 4000 جنيه أو الحبس مدة لا تزيد عن 3 شهور ولا يجوز فيها قطة صالح وعقوبتها مغلصة المخالفات منها بتكون تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كيلو متر في الساعة استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها الامتناء عن تقديم الترخيص لرجال الشرطة قيادة مركبات نقل الركاب بالأجرة ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحظي وعدم الالتزام بمسافات الأمانة الشريحة الخمسة والأخيرة مخالفتها بتكون خصم خمس نقاط وتوقيع غرامة مالية بتبدأ من 4000 جنيه لحد 8000 جنيه والحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور ولا يجوز فيها قطة صالح المخالفات منها بتكون تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كيلو متر في الساعة قيادة مركبة ألية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بيانتها أو مواصفتها الفنية موسيقى اشتركوا في القناة